السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي رياضيات للصف السادسة الابتدائي عندي صفحة ستة وثلاثين راح نحلها اخذنا المحاضرة اللي قبلها ترتيب العمليات على الاعداد صفحة 34 و35 واليوم ان شاء الله راح نحل صفحة 36 اتأكد استعمل ترتيب العمليات واجد الناتج في كل مما يلي اولا ستين ناقص اثنين وخمسين زائد سبعة وربعين يلا عيني خلينا نبدي نحل اولا مطيني ستين ناقص اثنين وخمسين زائد سبعة وربعين يلا عيني عدي طرح او عدي جمع ستين ناقص اثنين وخمسين عشرة ناقص اثنين صفر ناقص اثنين ما يصير عشرة ناقص اثنين بيها ثمانية وهنا خمسة ناقص خمسة صفير اذا ثمانية زائد سبعة وربعين يعني اول مرة نطرح ستين من اثنين وخمسين يطلع لنا الناتج زائده من سبعة وربعين ثمانية او سبعة بيها خمسة واحد وربعة خمسة صار خمسة وخمسين هذه اولا ثانيا مطيني اثنعش في ثلاثة زائد سبعة راح نضرب اول مرة الضرب اثنعش فيه ثلاثة ستة وثلاثين نزيده من سبعة ستة وثلاثين زائد سبعة بيها ثلاثة واربعين زاء ثالثا خمسة وستين ناقص اربعة اثنين يساوي انه انزل الخمسة وستين انزلها ناقص اربعة اثنين اربعة فيه اثنين اثنين واحد في 2 2 نبدأ نطرح 65 ناقص 28 هنا 5 ناقص 8 صير 15 ناقص 8 بها 7 أو 5 ناقص 2 بها 37 سبعة و 30 زي أو يعني تحلوها تكون 65 الطرح يصير زائد وهو 28 يصير سالب 28 يطلع لكم الناتج 37 كيفكم تردون تحلوها هايج وهيج نفس الشي هسه رابعا مطيني 24 تقسيم 6 ناقص 9 يلا يعني أنزل 24 تقسيم 6 ناقص سالب 9 إشارات مختلفة ننزل إشارة الكبير وأطرح 9 ناقص 6 بها 3 يساوي 24 تقسيم سالب 3 اللي 24 تقسيم سالب 3 أنزل السالب و24 تقسيم 3 بها 8 اللي يشتل أن 8 في 3 24 25 خامسا أمطيني 5 زائد 96 تقسيم 8 يلا عيني زي أنزل أنزل الـ 5 زائد 96 تقسيم 8 هذه راح أقسمها قسمة طويلة هنا 8 وهنا الـ 96 96 تقسيم 8 بها 1 1 في 8 8 9 ناقص 8 1 أنزل الـ 6 16 تقسيم 8 بها 2 2 في 8 16 00 إذن إذا قد طلعنا طلعنا 12 5 زائد 12 بها 17 هذه خامسا زي نأخذ سادسا مطيني 4 في 24 زائد 7 تقسيم 2 يلا عيني أنزل الأربعة في 24 زائد 7 24 زائد 7 بها 31 نقسم ها من 2 يساوي 4 في 31 4 في 1 4 4 في 3 12 12 12 تقسيم 2 نقسم قسمة طويلة 124 تقسيم 2 12 تقسيم 2 6 6 2 12 4 بها 2 2 2 2 4 00 ويساوي 62 هذه السادسة زي نشوف سابعا سابعا مطين 22 زائد 8 تقسيم 3 22 زائد 8 يجغل 30 تقسيم 3 يطلع لنا 10 ثامنا مطيني 7 في 6 ناقص 3 في 4 7 في 6 42 ناقص 3 في 4 12 42 ناقص 12 2 ناقص 20 4 ناقص 1 3 صارت عدي 30 9 9 مطيني 49 تقسيم 8 ناقص 1 ألزل 49 تقسيم 8 ناقص 1 بها 7 49 تقسيم 7 بها 7 لأن 7 في 7 49 10 أدي مسألة قسم المعلم تلاميذه إلى مجموعتين في الأولى 15 تلميذا وفي الثانية 16 تلميذا وطلب من كل تلميذ في المجموعة الأولى أن يحل 3 تمرينات وطلب من كل تلميذ في المجموعة الثانية أن يحل 4 تمرينات كم عدد التمرينات المطلوب حلها من قبل التلاميذ هنا العاشران إش راح أسوي راح أسوي أقول 15 في 3 لأنه هو 15 تلميذ ها عيني أن يحل 3 تمرينات زائد ضربته 15 في 3 بعدين أشقد هو مطيني وفي الثانية هاي بالمجموعة الأولى 15 بالثانية أشقد 16 تلميذ نضرب 16 فيه وطلب من المجموعة الثانية أن يحل 4 تمرينات 15 فيه 3 خمسة فيه 3 خمسة فيه 3 خمسة 1 فيه 3 ثلاثة و1 أربعة خمسة وربعين زائد 16 فيه 4 ستة فيه 4 أربعة وعشرين واحد فيه 4 أربعة واثنين خمسة ستة خمسة وربعين زائد 64 خمسة زائد أربعة بها تسعة أربعة زائد ستة بها عشرة طلعنا 109 هذه شني هذه عشرة فقرات أتحدث كيف أجد ناتج ثلاثة لا أتحدث يقول لي كيف أجد ناتج ثلاثة فيه 8 زائد سبعة ناقص 63 تقسيم سبعة يلا عيني أنزل للتلاثة فيه 8 زائد سبعة 15 خليها داخل قوس ناقص 63 تقسيم سبعة 63 تقسيم سبعة بها تسعة 9 فيه سبعة 63 ثلاثة فيه 15 ثلاثة فيه خمسة 15 ثلاثة فيه واحد ثلاثة واحد أربعة 45 ناقص تسعة يطلع عندنا ستة وثلاثين يعني 15 ناقص تسعة بها ستة وثلاثة تنزل فقرات أحل اللي هو 11 مطيني استعمل في ترتيب العمليات وأجد ناتج في كل مما يلي 21 فيه اثنين تقسيم سبعة يلا عيني نضرب نقول 21 فيه اثنين واحد فيه اثنين اثنين واثنين فيه اربعة اثنين واربعين تقسيم سبعة يطلع عندنا ستة ليش لأن ستة في سبعة اثنين واربعين 12 مطيني الاثنين وسبعين تقسيم 18 فيه ثلاثة أقول 72 تقسيم 18 بها أربعة أربعة فيه ثلاثة يطلع عندنا 100 خافتوا يتقسمون ال 72 تقسيم 18 بها 4 4 في 8 32 4 في 1 4 3 7 0 هذه ال 12 عندي ال 13 مطيني 42 تقسيم 7 ناقص 15 يلا يعني 48 تقسيم 7 بها 6 6 في 7 48 ناقص 15 اشارة الكبير واطرح 15 ناقص 6 بها 9 سالب 9 يا أما تقولون 6 تحولون الطرح إلى جمع وسالب و15 اشارة الكبير واطرح اللي هي سالب 9 هاي 13 14 مطيني 6 زائد هذي زائد 13 في 5 انا نزل ال 6 زائد و13 في 5 3 في 5 15 و1 في 5 و1 و6 65 6 زائد 65 يطلع لنا 71 15 امطيني 3 في 31 زائد 1 تقسيم 3 انا نزل ال 3 في 31 زائد 1 32 32 تقسيم 3 3 في 32 3 في 2 6 3 في 3 9 96 تقسيم 3 يطلع لنا قسم قسمة طويلة 96 تقسيم 3 9 تقسيم 3 3 3 3 3 9 9 ناقص 9 0 نزل ال 6 ينفي 3 6 0 0 يطلع لنا 32 زي هاي ال 15 نشوف ال 16 16 86 ناقص 5 تقسيم 9 زائد 14 يلا عيني نقول 86 ناقص 5 86 86 ناقص 5 6 ناقص 5 بها 1 والإثمان هيينزل إذن 81 تقسيم 9 زائد 14 81 تقسيم 9 بها 9 زائد 14 يطلع لنا 23 و20 هذه 16 ال 17 17 مطيني 4 في 16 تقسيم 2 في 15 يلا يعني 4 في 16 4 في 6 17 4 في 6 24 و4 في 1 64 تقسيم 2 في 15 64 تقسيم 2 64 تقسيم 2 3 2 6 2 2 2 4 32 30 في 15 نضرب ضرب عادي 32 32 خلينا نضرب هنا 32 في 15 5 في 12 5 3 15 11 11 صفر المراتب 1 في 22 1 3 3 3 0 8 4 4 180 4 180 هذه 17 18 18 72 تقسيم 9 39 تقسيم 3 يلا عيني 72 نقسمها من 9 بها 8 لأن 8 في 9 72 ناقص 39 تقسيم 3 1 3 3 3 صفر المراتب 3 3 3 9 يطلع 13 8 8 أحول الطرح إلى زائد وال13 هي موجة بصير سالب 13 يساوي إن الشرط الكبير وأطرح 13 ناقص 8 بها سالب 5 هذا من هو هذا 18 زائد 19 56 تقسيم 7 ناقص 4 في 19 ناقص 11 يلا عيني 56 تقسيم 7 بها 8 لأن 8 في 7 56 ناقص ناقص لحظة 6 19 56 تقسيم 7 ناقص 4 56 تقسيم 7 بها 8 ناقص 4 هاي لحظة 4 ها نزل 4 في 19 ناقص 11 9 ناقص 1 بها 8 8 8 يساوي إنها 8 ناقص 4 في 8 يعني 8 ناقص 4 في 8 32 8 ناقص 32 إشارة الكبير وأطرح 32 ناقص 8 بها 24 أو نقول 8 زائد سالب 32 يطلع إنا أيضا سالب 24 20 هذه 19 ناخذ 20 مسألة عدي بمناسبة عيد ميلادها وزعت زينب 5 علب حلوة في كل علب منها 12 قطع على أخوتها الأربعة إذا أخذت 8 قطع فكم قطع أعطت كل واحد من أخوتها هي جيد عدي 5 زينب عدها 5 علب نضرب بمنا بـ 12 قطعة بعدين أطرح لأن أخذت من عدها أخذت من عدها أخذت من عدها 8 يعني أخذت سالب وقسمت عليهم أخذت عددهم أخوتها الأربعة زين حسا 5 في 12 بها 60 ناقص 8 تقسيم 4 60 ناقص 8 أخذت 52 تقسيم 4 دعنا نقسم 52 تقسيم 4 5 تقسيم 4 بها 1 هنا 1 12 تقسيم 4 بها 3 4 12 يطلع 13 13 13 13 قطعة عدها هذه العشرين زين نكمل الواحد وعشرين 21 يقرأ حسام خمس صفحات كل 3 دقائق ويقرأ أنور سبع صفحات كل 5 دقائق مع عدد الصفحات التي يقرأها حسام وأنور معا في نصف ساعة زين أقول عدد الصفحات اللي قرأها حسام زائد عدد الصفحات نقول عدد الصفحات التي قرأها حسام زائد عدد الصفحات التي قرأها منوة أنور جد جد عدد الصفحات قرأها حسام ثلاثة ها حسام خمس صفحات يعني كل 3 دقائق إذن شاقول 30 تقسيم اش قل ثلاث دقائق يعني في حنضربه بمن بخمس دقائق زائد أيضا هم 30 تقسيم خمسة في سبعة أنور نبدأ نقسم 30 تقسيم ثلاثة بها عشرة في خمسة أنزلها زائد 30 تقسيم طبعا هذا الني لازم أخليهن 30 تقسيم خمسة بها 6 يعني 6 في خمسة 30 في 7 10 في خمسة 50 زائد و6 في 7 42 قد يطلع لنا الناتج 92 92 صفحة قرأها حسام وأنور في نص ساعة مطينا الـ 22 يقول مسألة مفتوحة أفكر أضع الأعداد عدي 8 والسالب 6 والسالب 3 وتسعة بالمكان المناسب يعني مطينا في ناقص أي أعداد يعني أو الزحة لازم يطلع لـ 70 أول مرة نقول 8 في 9 بعدين أخلي سالب 6 بعدين أخلي سالب 3 8 في 9 72 وسالب 6 وسالب 3 سالب 9 إشارات مختلفة نزل إشارة يطلع لـ 70 هاي الـ 22 الـ 23 مطيني في فراق ناقص فراق تقسيم فراق يطلع لـ 45 سالب 45 أزين هذه الـ 23 أوز 8 وهنا سالب 6 بعدين أخلي هنا التسعة بعدين أخلي سالب 3 8 في سالب 6 سالب 48 9 في سالب 3 سالب 27 إشارات يطلع سالب 45 زي شنو بعد أدي زي هس تحدي 24 أجد الناتج أجد ناتج في كل مما يأتي مطيني 75 زائد 25 في 24 ناقص 18 ناقص 16 ناقص 9 يلا يعني شلون أحلها زي أقول 75 زائد 25 جدي يطلع لحظة 75 زائد 25 في 24 ناقص 18 ناقص 16 أنزل 75 زائد هنضرب 25 أنزل ها في 24 24 ناقص 18 بها 6 24 ناقص 18 بها 6 ناقص 16 ناقص 9 75 تنزل 22 25 ناقص 16 بها يطلع لعنا 20 9 أنا قص ها من 9 يطلع لعنا 200 هذه 24 25 ومطيني 18 زائد 3 في 31 30 ناقص ناقص تقسيم 4 ناقص 43 يلا 18 أنزل ها زائد 18 أنزل ها زائد 3 في 31 ناقص 11 بها 20 يعني تقسيم 4 ناقص 43 هذه الضرب 18 أنزل ها زائد 3 في 20 60 تقسيم 4 ناقص 43 18 أنزل ها زائد 60 تقسيم 40 40 60 تقسيم 4 بها 1 في 4 24 20 بها 5 24 15 ناقص 43 18 زائد 15 بها 33 أناقص ها من 43 أقول 33 أنزل ها الطرح يصير زائد وهنا سالب 43 ويساوي سالب 10 43 ناقص 33 سالب 10 10 بعد عدي أكتب ناتج ما يلي باستعمال ترتيب العمليات خلينا أنحل أكتب هي ما تسوي خلينا نخليها هنا مطيني 63 تقسيم 9 ناقص 5 في 17 ناقص 13 يلا 63 تقسيم 9 بها 7 لأن 7 في 9 63 ناقص 5 نزل ها في 17 ناقص 13 7 ناقص 3 بها 4 7 ناقص 5 في 24 20 أقول 7 نحول الطرح إلى زائد والسالب 20 يساون إشارة الكبير وأطرح 20 ناقص 7 بها 13 طلع لأن سالب 13 هاي عيني حل صفحة 36 وإن شاء الله التوفيق